موسيقى وينضم إلينا في الستوديو الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقات السابق مرحبا بك شيء محمد أهلا وسهلا ما مدى الصحة هذه الفتوى هذه ليست فتوى هذه نوع من البلطجة الدينية هذه مخالفة صريحة وواضحة لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحدى ثلاث السيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين يبه هذه الصور الثلاثة التي حددها الإسلام ليس فيها ولي الأمر البنقلب ولكن المتحدث ذكر حديثا أنا أحاجه به أمام الناس وأمام الجمهور وأمام الله عز وجل أنه من قتل نفسا مؤمنة بغير حق جاء في يوم القيامة مكتوب في جبينه آيس من رحمة الله المنظمات الحقوقية العالمية أثبتت أن عبد الفتاح خليل السيسي ووزير داخليته ورئيس العمليات قتلوا ألاف من المصريين في ميدان رابعة والنهضة فأنا أحاجهم بهذا الحديث لا يوجد أبدا دعوات إلى إراقة الدماء إذا كان النص لهم يتناولوه يقولون الدم كله حرام يعني العلوان الدم كله حرام وهم يقولون أن هؤلاء يستبيحون دماء المسلمين الذي استباح دماء المسلمين هو الذي قتلهم في الشوارع هو الذي قتلهم وهم سجود هو الذي قتلهم وعتقلهم في الجامعات طيب إذا كانت هذه الفتوى غير جائزة إلى ماذا يستند هؤلاء العلماء في إصدارهم لهذه الفتاوى هذا نوع من النفاق السياسي وأنا أعرف صاحب الفتوى أعرفه كان موقوفا عن العمل وكان مبعدا عن دوائر وزارة الأوقاف وله ملفات وسجلات في المحاكم المصرية ولكن جاء الانقلاب ليستعين بهؤلاء لأنهم سيسوقون له انقلابه في صورة دينية هم دائما وأبدا يقولون لا نريد أن نخلط الدين بالسياسة وهم أصحاب الدعوة الكذبة بأنه لا سياسة في الدين فلما يستحضر أمثال هؤلاء ولما يؤتى بهذه الفتاوى ولماذا كانت خطبة الأحمد أبو النور ولماذا جعل من السيسي ومحمد إبراهيم أنبياء ورسل إذا لم يكن هذا هو الخلط الواضح الصريح الفج بين الدين والسياسة فكيف يكون الخلط وليس بين الدين والسياسة التي أصل من الدين ولكن هو خلط بين الانقلاب والدين في صورة لا يرضاها شرع ولا يقرها عقل هو نوع من البلطجة الدينية وليس الفتوى الشرعية الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق شكرا لك شكرا لك